السلام على رسول الله أخذنا مقدمة لدراسة متن القواعد الأربع نتكلم الآن في القسم الأول من هذا المتن المبارك في مقدمة هذا الكتاب المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى الدعاء للطالب والدعاء للقارئ من يقرأ هذا الكتاب ومن الدعاء ذكر أن الله سبحانه وتعالى يتولى القارئ يعني يكون من أولياء الله نعم أولياء الله سبحانه وتعالى هم الذين يعني آمنوا وكانوا يتقون عندنا أولياء الرحمن وأولياء الشيطان قسمين في أناس يكونهم ينصرهم الله سبحانه وتعالى نعم أولياء الله سبحانه وتعالى أولياء الله سبحانه وتعالى أولياء الله سبحانه وتعالى أولياء الله سبحانه وتعالى أولياء الشيطان أولياء مسجد Filterان أولياءً أولياء وتعالى أولياء سبحانجة واحدة هناك من أولравля كنت تغيب عن الوحرمات إذا جأتوا نعمة شكر هذه النعمة وعلم أنها من الله وقام بشكري إذا شكرها بقلبي يعتقد أنها من الله وإشكر بلساني يعني أحمد الله عليها وإشكرها بجوالي يعني يصرف هذه النعمة في شكري المنعمل متفضل وإشكر هى الأخوة نعم وإشكره إذا أزنب سائب يصبر نعم لا تسكت وإشكره إذا أزنب سأخر وإشكره إذا أزنب سيقف فهادي أسباب السعادة ولو ننظر في أحوال الناس نجد أن الناس لا أخرجوا عن هذه الثلاث أشياء إما سراء نعمة سراء يعني يسر يفرح يكون سعيدا أو ضراء أو معصية يعني مصيبة يعني أشياء في أحوال الناس وعندل مصيبة سابر وعندل مصيبة وعندل مصيبة وعندل مصيبة والله أعلم وعندل مصيبة ترجمة نانسي قنقر